اهلا وسهلا يا حلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وكويسين وتكون نفسيتكم احسن وتكونوا قدرتوا ان انتوا تعملوا توازن اكتر ما تنسوش طبعا نبدأ الفيديو دايما لازم لازم احنا ندعي لاخوتنا واهلنا وحبايبنا في فلسطين ربنا ننصرهم نصرا قريبا ان شاء الله باذن الله ودايما نكون متفقلين وعندنا امل ان اللي جاي باذن الله احسن يومنا النهاردة هيكون تقريبا كله في المطبخ بدأتوا بالمطبخ بتعملي ايه يا روان هقولكم اعمل كيك انا لسه ما فطرتش ولا اي حاجة بس مبارح بالليل زي ما كانت عايزة كيك كل شوية عايزة كيك عايزة كيك فانا مكنتش قادرة بصراحة اقوم بالليل اعمل كيك عارفين بقى اللي هو الكيك ده من الحاجات اللي اعملها السبح مثلا بعد الغداء لكن بالليل اكون خلصت كل حاجة وقفلت المطبخ وقوم بقى اعمل كيك ما كنتش قادرة بصراحة فيعني اقنعتها كده وهندلتها شوية بس قلت تاني يوم ان شاء الله هعمل لها كيك في البيت وقلت بالمرة بما اني هعمل كيك بقى مش هقف عمل فطار كمان هيبقى هي الكيك هفطر بيها انا هعمل كيك عادي اللي هو الكيك الفانيليا بتاعي اللي بنشرب به الشاي ده اللي بيبقى جانب كوباية الشاي بطريقة سهلة ولذيذة وكله في الخلاط من غير كركبة وموعين كتير كل اللي عملتوا ان انا ضفت 3 بيضات وعليهم باكت من الفانيليا وكوباية من السكر دربتهم كويس قوي في الخلاط لحد ما القوان بقى كريمي كده وبعدين ضفت عليهم نص كوباية من الزيت وكمان كملت ضربة عليهم وبعدين ضفت عليهم كوباية اللي ربع من اللبن او الحليب خلطت المكونات كويس جدا 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 واخر حاجة ضفتها كوباية ونص من الدقيق عليهم باكت من البيكينج باودر او اللي هو الكيك شاف ودربتهم مع بعض في الخلاط هكتب لكم المقدير دي في اول تعليق مسبت وهسبت لكم ان شاء الله مش هنسى بجد لازم تجربوا الكيك دي مش قادرة اقول لكم طلعت هشة وطرية وطعمها خطير وحلوة ازاي كده حاجة على الصبح كده تجد رحت اصلا الكيك في البيت الصبح تبقى رحتها جميلة قوي حطتها في البيركس ده اصغر واحد عندي دهانتو كويس بزيبدة او سمنة او زيت اي حاجة وبعدين نزلت عليه بخليط الكيك هدخلها الفورن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص بتاخد من نص ساعة لساعة لربع على حسب درجة حرارة الفورن بتاعك يعني من نص ساعة ابدأ يفتحي وعملي تشيك عليها شو فيها استاوت ولا لأ بشوكة او بخلط اللي هي التوز بيك دي او اي حاجة وعملي تشيك عليها شو فيها استاوت ولا لسه دخلت الكيك الفورن وقلت بما اني مش هفتر فاعد بقى ايه اتسلى في المواعين بسوا الجزء ده كده كان ايه مليان حاجات عايزة تتعمل يعني كان فيه مواعين الكيك في الحوض وكان فيه كوباية تقريبا وطبق بس من مبارح والصفوية بتاعت الاطباق برضو كان فيها مواعين من مبارح الازايز كلها فاضي عايزة تتملي فقلت اتسلى بقى عبر ما الكيك تخلص انه نخسل المواعين والحاجات دي كلها وزبط المكان ده كله عايزة اقولكم على حاجة حلوة قوي وانتو بتخسلوا المواعين او لو عندكو حاجة كده يعني كتير هتعملوها مواعين وتشيلوا الاطباق والحاجات دي كلها حاجات دي هتاخد معاكم وقت استغلوا الوقت ده في ان انتو تذكروا ربنا كتير تسبحوا تدعوا ما تسرحوش بخيالكو يعني ودي نصيحة كنت شفت يعني حد كان بيقولها وبجد استفدت منها قوي كانت بتقول ان احنا بنضيع وقت واحنا بنخسر مواعين حاجات دي كلها ان احنا بنسرح في كل المواقف اللي زعلتنا وضيقتنا واصل مش عارفة مين صاحبتي زعلتني مبارح واصل جوزي قال لي مش عارف ايه وتبداي تسترجع المواقف اللي حصلت معيكي ما بتستفديش حاجة من الوقت ده غير ان انت بتشحني كمية طاقة سلبية مش طبعي لأ انت استغلي الوقت ده في انطول ما انت وقفة تستغفري ادعي فأعملي اي حاجة تديكي طاقة ايجابية وتريحك وفعلا الموضوع ده انا جربته وعملته وليت انه هو فعلا بناخد سواب وكما بناخد طاقة ايجابية واللي هو ما متكرش اي حاجة مزع علينا ومضيقانا فبجد كانت فكرة حلوة قوي قلت اقول لكم عليها ان انتو ما تضيعوش وقتكم في اي حاجة كده غسلت المعين خلصتها وغسلت الحوت كده غسلة سريعة لان احنا لسه في اول يوم فهيتغسل كتير جدا وبعدين بدأت ان انا بقى اجهز الازاز عشان امليها لان بحب الازاز طول اليوم تبقى محطوطة مليانة علشان نشرب منها طول ما هي فاضية بنكسل ان احنا نمليها وبنكسل ان احنا نشرب فتعودوا ان دايما الازاز عندكم تكون مليانة ولو انتم مش بتشربوها سقعة بتشربوها عايزي بدرجة الحرارة العادية احطوها قدامكم عشان تشربوا منها على طول الفرشة بقى اللي انا دهانت بيها الصانية بالزبدة بتبقى طبعا كلها دهون لما اهما نخسلها ايه برضو الدهون بتبقى موجودة فيها فطريقة تنظفها عشان تنظف معاكم كويس بجيب طبق بحط فيه ميا وبنزل الفرشة بيه شايفين كمية الدهون اللي نزلت ما تعتمدوش على الغسيلة العادي لانها تفضل مدهننة وهتفضل مش نزيفة بعد ما خلصت بقى قلت خلص انضف المكان ده كله الرخامة وقلت امسح الرخامات بتاعت المطبخ كلها بالمرة انا بمسح كل يوم الاجزاء اللي هي بتبقى باينة ويوم ويوم بشيل الحاجة مسح تحتها وساعات كمان اروح يوم ويوم مسك الحاجة نفسها اللي محتوطة على الرخامة بروح مسحها لان طبعا تعرفين في المطبخ الدهون بتتجمع بسرعة جدا فعشان الحاجات اللي محتوطة علي ما تجمعش الدهون وتغلبكم في التنظيف وتاخد معاكم وقت وتكون متعبة حافظوا ان انتوا يعني يوم ويوم كل يومين بالكتير ان انتوا الحاجات اللي محتوطة سواء الديكورات او حاجات محتوطة على الرخامة ان انتوا تمسحوها كويس باي مطهر اي منظف اي حاجة بجد الموضوع ده هيفرق معاكم قوي وهيخليها انية ما تجمعش دهون كمان ممكن مرة في الاسبوع لو انتوا مش قادرين انتوا تمسحوها كل يومين تجمعوهم وبس تخسلوهم بقى تخسلوهم بالليفة والصابون وكده تحت الحود عشان ما تجمعش دهون وتتعبكم ما تنسوش بقى طبعا لو عجبكم الفيديو انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشكتركوا في القناة لو انتوا لسه جدات عندي في القناة معلاش لو فيه صوت اطفال طلع في الخلفية عشان فيه اولاد بيلعبوا تحت البيت فصوتهم طلعوا وانا فتحش باك المهم ان انا حبيت استغل الوقت اللي الكيك فيه في الفرن انجز حاجات من اللي علي عشان يعني اليوم يعدي فكنت سلقى بانجر من قبلها بيوم وكنت عايزة عامله صلطة بجد البانجر ده انا يا ما قلتلكم عليه ونفسي تسمعوا كلامي البنات اللي مش بتحبه ومش بترضى تاكله بجده ومفيد جدا انا كده كل فترة بغيب بغيب واجيبه لما بلاقيه كويس لان ساعات بيكون موجود بس بيكون طاري كده لما بتسلقه تيجيت وعملوه بيبقى مش حلو مش عارفة بيقولوا عليها اسمها بيبقى شايخ كده ما بيبقاش حلو فانا لما كنت مبارح كنت عند بتاع الخضار بيجيب حاجات لقيت عنده بصراحة البانجر كان حلو قوي شوكا لقيه طاري في بنات قبل كده قالولي عشان في يدته ما تروحش في مية السلق اعمليه في الفرن او في الارفراير انا جربته ما عجبنيش بصراحة حسيته نايش في برده مش زي لما بيتسلق فانا بحبه طعم ويبقى زي طعم اللي بيتقدم في المطاعم وهو بيتقدم بيبقى كده بيبقى طاري ومسلوق كويس بعد ما سلقته بتقشره اصلا بيديكم ما بياخدش اي حاجة القشر بيطلع في ايديكم بكل سهولة وبعدين بتقطعه بقى التقطيع اللي انتوا عايزينها انا بحب بقطعه كده زي مكعبات صغيرة بحيس يتاكل كده بالمعلقة على طول وبحط التدبيل عليه بقى اللي بيستخدمها يعندي اقرب حاجة انا عملتها وحسستني بالطعم اللي بناكله في المطاعم بره انا بحبه قوي بتعبر ده بيبقى مسكر كده وحلو قوي هو البنجر نفسه بيبقى مسكر بس ساعات بجيبه مش بيكون مسكر فبعمل ايه بقى بتضيف عليه معلقة من السكر عشان اضمن ان هو يبقى طعمه حلو فبضيف له معلقة من السكر وبعدين بضيف بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون بس ما بضيفش اي حاجة تانية وبعصر عليه لمونة ودايما بقول لكم لو عندكم بقدونس او كسبرة او شبت اي حاجة من الخضرة دي اطعوها كده صغير اوي اوي وحطوها وقلبوها معايه انا دايما لما بيجي اعملو معاكم ما بيكونش عندي في البيت بتديله طعم حلوة اوي وكمان طبعا فايدة وقيمة غزائية اكبر وبعدين بروح افل الغطا عشان اتأكد ان هو اختلت مع بعض كويس وافضل ارجو كده واحطو في التلاجة عندي اهم حاجة لما تيجي تاخدو منه تاخدو معلقة نظيفة علشان ما يبص معاكم بسرعة الكيك كانت خلصة اتاخدت معايا بالزبط في الفرن نرص سيعف عشان كابو اقول لكم هي بتختلف من فرن للتاني طبعا زي ما انتو شايفين لونها تحفة ذهبية كده وحلوة اوي قطعتها على طول بعد ما بردت لازم الاول طبعا بسابها تبرد وبغطيها وبعدين ابدأ ان انا قطعها عايز اقول لكم ان انا رجعت اعمل تاني البيت بطريقة كل يوم قوضة بجد مريح قوي الجامعة الطريقة دي اكدت عملت معاكم مرة فاتت قوضة الليفنج تاني يوم عملتها بس بالليل القوضة بتاعتي ومبارح عملت قوضة ديمة بس ما عرفش اصورها لان كان فيه شغلة هيتصور فيها حد بعيدت لي شغلة صوره له وكانت ينفع ان انا نزلها طبعا قبل ما نزلهم الشغل بتاعهم على انستجرام لسه ما نزلتهوش هبقى فرقكم عليها ان شاء الله الفيديو الجاي ففكرة تقسيم التنظيف بتاع البيت على قوة كل يوم قوضة او كل كم يوم قوضة دي بتبقى مريحة قوي بصراحة يعني عكس ما تعملوا البيت كله في يوم واحد موضوع بيكون صعب جدا بكده تكون الكيك خلصت وقطعتها وعملت كوب بيت الشاي بلبن طبعا ودي اهم حاجة على الفطار عشان نبسك ديمة لما تيجي مايبقاش لها حاجة عندنا بس اهم حاجة ايه انا عملت لها الليه عايزة هي تبقى مؤدبة بقى كده وتسمع الكلام زي ما انا بعمل لها الليه عايزة انا بحطها في علبة واسبها عندي في التلاجة بتعود عمزة ممكن اسبوع عشر تيام بيحصل لاش اي حاجة وبتبقى حلوة جدا كمان انتو عاشفين ديمة مش بعمل لها لانش بوكس بس بحط لها اي سناكس كده فساعات كمان برحط لها من الكيك دي فبتسهل علي بصراحة وبتسهل علينا بقى الفطار حد عايز تعشى بالليل ومش عايز اكل تقيل او مش عايز يعمل حاجة يبقى عنده كيك كده جاهز بالتلاجة وانا بصراحة بحب الفطار ده قوي بس طبع مش كل يوم وبعد ما فطرت كده قعدت ريحت شوية تبعت الاخبار بصراحة شوية على الموبايل وبعدين قمت غسلت الحمام كده تنظيفة سريعة والناس اللي قالولي المرة اللي فاتت على بديل لكلوركس جل فيه ناس قالولي على بريكس منظف متعدد لاستخدمات وفيه ناس قالولي بقى ان بريكس ده مش حلو فانا لسه مش عارفة انا لسه عندي كلوركس جل عندي منه ازاستين لانا باستخدمه دايما للحمامات عندي فلسه مش عارفة لسه مش شفتش بديل لو لقيت حاجة كويسة هقولكم سبري موب اكتر حاجة جالي عليها كومنت الفيديو اللي فات وطربتوا مني ريفيو كامل عنها وقول لكم بجيبها منين وينظامها وهي عملية ولاقة وكل التفاصيل فهقول لكم كده سريعا كل حاجة عنها اولا هي برند الخلود عشان فيه ناس ما كانتش فاهمة الخلود دي اصلا برند بتعمل حاجات كتير قوي من ضمنهم السبري موب او الموب اللي بجردل الوريجين الاصلا بتاعت الخلود تمام دي بتجيبوها من اي سيلر هتلاقوها على الانستجرام على الفيسبوك يعني اي حد عند جروب ادوات منزلية هتقدر توفرها لكم لان انا كان عندي جاليري قبل كده بس انا بقى لي فترة موقفة فكنت الحاجات دي بيجيبوها من الطلب من التاجر بتاع الخلود نفسه فانتي اي سيلر عادي مش لازم من مكان معين اي صفحة بتتعاملي معاها عندها ادوات منزلية اسأليها عليها قولي لها انا عايزة بتاعت الخلود هم فيه انواع منهم كتير قوي بس زي ما قلت لكم الوريجينال بتاعتها اللي هي بتاعة الخلود بصوا من تحت بيبقى فيها فوطة كده وبيجي معاها قطعتين غياري يعني دي وواحدة تانية وانا كل بعد كل استخدام بخسلها وساعات بعد كل فترة كده بحطها في الغسالة كمان الجزء الاسود اللي هو الكويتش ده ده مساحة يا تقدروا تستخدموها بالنحية التانية مساحة بس انا بشوف ان الجزء ده مش عملي مش بستخدموه بالنسبة لي المساحة العادية احسن لكن هي كسبري كده موب للفوتة دي ودي الازازة بتاعت اللي انتو بتحطوا فيها المنظف اللي هتعملو فيه انا دلوقتي مثلا حطة ديتول متخفف بمية طبعا اش الناس هتقول لي مقاطعة انا مش بستخدم اصلا ديتول انا بجيب ديتول بتاع مايوي بيعملو ديتول حلو قوي بحطوه بخففو بمية وبعمل بيه الارض او اي مطهر ارضيات اي مرزف ارضيات اي معطر ارضيات زي بتاع فريدة بعمل بيه بيبقى حلو قوي ومن فوق هنا في اليد بتاعتها فيها المكان بتاع اللي بتبخ منه تمام؟ هل هي عملية ان احنا نستخدمها هي بس يعني ما جيبشوا مثلا الجردل بالشرشوبة او الجردل بالموب بتاعته لا طبعا دي حاجة جنب التاني التاني اساسي كده كده اللي هو الجردل بالشرشوبة او بالموب ده حاجة اساسية كده كده هتجيبها عشان تنظفي بيه الارض لكن دي بتستخدم للتلميع كده يعني انت مسلا مش كل يوم حاجة كده بسرعة او تمسحي قوضة سريعا بترشي وتروحي مسحها على طول لكن هي مجرد تلميع مش تنظيف عميق لكن مثلا انت بتعملي مرة في الاسبوع انا افترد بتكوبي مية وتمسحي وكده فعايزة تحفزي بقى على الارض تفضل نظيفة او ما تجمعش طراب فبتستخدمي الاسبراي موب دي او لو عندك اطفال بتكون عملية جدا لان اطفال بيوقع حاجات كتير على الارض فبساعتها على طول تجيبي الاسبراي موب وتعملي مثلا انا دي ما لو وقعت تشوكلت وهي بتاكل وقعت عصير وقعت اي حاجة بروح رايحة جايبها ومسحة بيها علشان انظف الدنيا بسرعة فهي معي انا وبالنسبالي عملية جدا جدا في التلميع اليومي العادي بس طبعا ما تغنيش عن الحاجات اللي احنا بننظف بها الاساسية ومهم جدا ان احنا قبل ما نعمل بيها لازم الارض تكون نظيفة يعني بمعنى الارض تكون مكنوثة لان الارض لو مش كان زيها قبل ما تستخدميها هتلاقيها بتوبر وبتعمل فتل وبتجمع لك التراب كده على هيئة تراب لونه اسود فطبعا هيبقى مش حلو هيلطش لك الارض فلازم الارض طبعا تكون مكنوثة الاول بس تدي كده كل تفاصيل سعرها كم دلوقتي انا مش فاكرة بصراحة انا نسيت سعرها كنتم ببعها اصلا بكين ونسيت ومش عارفة بقى سعرها دلوقتي بس زي ما قلتلكم اي حد عنده جروب ادوات منزلية هتلاقوها عنده لكن الناس اللي قالوا لي دورنا على امازون وعلى نون لأ مش هتلاقوها على المواقع دي دخلت عشان احضر الغدى بقى عشان خلاص كانت ديما قرابة تيجي والنهاردة كنت هتغدى ناود ديما لوحدنا فقلت عامل غدى كده سريع هعمل مكارونا وعندي بانيمة طبلة جاهزة هعملها بالبقسموت وتبقى فراخ باني وهعمل سلطة ومش قادر اقول لكم انا بقى لي قد ايه ما عملتش سلطة في البيت رغم ان حاجتها موجودة عندي في البيت يعني عندي في التلاجة لدرجة انا خفت ان الحاجة كبوز بس الكسل وحش وعايز اقول لكم بجد السلطة من الحاجات المهمة جدا جدا على الغدى مش بس كمان مفيدة هي يعني لو انتو بتعملو دايت او كده بتساعدكم تديكم احساس بالشبع طبعا لغير الفيتامينز والحاجات الحلوة اللي فيها احسن ما تاكله رز او مكارونا بس هتاكله منه كميات اكتر ومفهوش نفس الفايدة اللي موجودة في السلطة بس الكسل بقى نعمل منه ايه او مش كسل بصراحة يعني هو الواحد بيبقى طول يوم بيلف حولين نفسه فعارفين باجي عند الغداء وببقى يدوبك اللي هو عايز اغرف واخلص واخسن موعين وعده رايح بقى مش كل يوم بيبقى عندي الرفوهية او عندي الوقت اني قعد بقى قطع صلطة واعمل مع ان بصراحة المفروض دي نخلق لها وقت لانها طبعا حاجة اساسية ومهمة جدا ولازم كمان طبعا ان احنا نعود ولادنا عليها عشان ياخدوا الفايدة الموجودة فيها انا عندي دي ما بتاكل تنقي منها الخيار بس مستحيل تاكل اي حاجة تانية وده حول اقنع فيها وكده بس عندي قبل يعني بس هي بتحب الخيار بس ما بتاكلش اي حاجة تانية فالنهار ده قلت لأ اتشجع كده وقت اعمل طبق صلطة محترم يبقى جنب المكارونة والبني وكمان على الفكرة لما بتاكلوا صلطة بتحسوا ان انتو مش ايبين تقلنين كده تحس انتو خفاف لان بيقى فيها نسبة طبعا من المية وكده خلصت الصلطة وحطيت كمان بانجر من اللي انا عملته معاكم وبكده يكون الاكل بتاعنا جاهز وفيديو نهارده يكون خلص روتين خفيف سريع كده النهارده مضينا معظمه زي ما قلت لكم في المطبخ يروب الفيديو يكون عجبكم واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد قريب واشوفكم على خير والسلام عليكم